رانيا وتامر أصدقاء ومساند لبعض السيغة دي بتتعمل إزاي؟ ناس كتير جداً بتصعبها وبتقول إزاي بتتعمل؟ لأ ما بنعرفش يعني اتعاملت إزاي السيغة؟ من أول يوم تعهدنا إن الصراحة راحة أي حد زعلامت تاني يقوله أي موقف حد تاني بيتعرض يحكي حتى لو مثلاً أي حاجة ممكن أنت عارفة إن مثلاً في حاجات تدايق الراجل مثلاً فلان شعب قال لي هي هو يقول لي فلان لأ بنقول كل حاجة واضحة وصريحة فده مريح جداً فكرة إن انتو الاثنين أصدقاء ده بيسهل إنكم تتكلموا لكن ما بيمنعش الخناء فيش بيت ما فيوش خناء بتحتوي الخناء إزاي؟ يعني بصي أنا بطبعي الحمد لله رب العالمين مش عصبية ولا تامر عصبي ولا غلاط دي ميزة جداً 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 دي من أهم الميزات في أي بني آدم أو في أي علاقة بيتلم كل حاجة وفي نفس الوقت أنا مش من نوع المكابر يعني مش مش لو أنا غلطت أنا بقول أنا أسف وهو كمان لو غلطه بيقول أنا أسف أنا بعتذل وما تتخصموش كبير الأيام كتير؟ لا ده برضو لأن إحنا مقررين أني طول الخصام مؤذي بيأذي العلاقة فلازم نتصالح أه ممكن أكيد مش هتتصلحي في ساعتها على طول بس على قل بيبقى فيه حوار من الحوار بتنتقلي بقى العادي بعد أه بقى كتير تصلحوه بالغمور بس تبقى حلو طيب تامر سرطان؟ أيوة حضرتك أيوة يعني رومانسي يعني أكيد بيقول كلام كلام حلو أنا جوزاء بس جوزاء شكلها رومانسي شكلها سرطان بشكلها جوزاء خاص بش متقلبة بس ثانيا شانتي سرطان بس معيش ثانيا وعدة أنا قلتها لتامر برضو قلت له يعني الناس كلها طلعت إشاعة أن الجوزاء برج مودي صح؟ أيوة جدا معروف السرطان برج مودي جدا فعلا السرطان برج مودي لا أكتر من الجوزاء قلت له معليش أنتوا تحكتوا عن الناس كلها السرطان طلعتوا عن الجوزاء مودي لا أنتوا برج مودي أكتر النهاردة ظريحا لأنه حساس جدا جدا فأقل حاجة تضايقه لو فهمتي طبيعته ترتاحي تعرف تتعاملين أنا بيستوقفني أن العلاقة دي مبنية على وجودك وجود تامر وهو عنده ولد وأنت عندك البنتين فأنا شايفة أنها أسرة مقررة أن هي تبقى سعيدة بدون التابو بتاع أنك لازم تخلفي منه علشان يحس أن دي أولاده وهو لازم يخلف منك علشان الولد يحس أنك أمه عرف أنت العاقة دي عاكس العلاقة بتبقى أقوى أنت عاملة علاقة حلوة قوي عشان أنت خلاص يعني هو الربيت الوحيد الحب والمشي عنده ولد وأنا عندي بنتين فهو لو نفسه في بنتين فعنده البنتين أنا عن نفسي في ولد فجالي الولد خلاص إحنا نفضل إن إحنا نبسط بقى